حرب كلامية اندلعت مؤخراً بين عواصم غربية وبكين بعد أن قررت الأخيرة تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا يتنام القلق العالمي بعد قرار بكين المفاجئ على الرغم من أن أرقام الإصابات تتجاوز الملايين مخاوف يراها الغرب مبررة لا سيما بعد حالة الإغلاق التي شهيدها العالم على إثر الجائحة وتسببت في توقف سلاسل الإمداب ما أنتج ركوداً اقتصادياً لا يزال العالم يعاني تبعاته وبعيداً عن المناكفات السياسية وربط إطلاق الاتهامات الغربية ضد الصين بالحرب الاقتصادية التي تتصاعد في الآوينة الأخيرة على خلفية تسلل بكين في مناطق نفوذ أمريكا والغرب الاقتصادية فإن عدم شفافية الصين ومشاركتها المعلومات مع منظمة الصحة العالمية يضعها في مرمى الاتهام اتهامات رفضتها الصين على لسان سفيرها في موسكو تشانغ هان هوي وردها في اتهام الغرب بانتهاج سياسة التحيز تجاه بلاده ومحاولة تشويه تدابير الوقاية والسيطرة التي اتخذتها بلاده لمحاصرة الوباء وعلى الضفة الأخرى من المحيط حيث مقر منظمة الصحة العالمية فقد وصف المسؤول عن الدول الأوروبية في المنظمة هانزك لوجا الوضع في الصين مع تزايد الإصابات بالخطير وأعرب المسؤول الأممي عن تفهمه لقيام بعض الدول بفرض تدابير جديدة على القادمين من الصين لحماية أراضيها من تفشي الفيروس من جديد لا سيما وأن المعلومات الشحيحة تشير إلى أن متحورا جديدا هو ما تسبب في زيادة أعداد الإصابات في الصين اتهامات أكدها المكتب الفني لمنظمة الصحة العالمية فالمتحور كراكان وهو اسم الفصيل الجديد لكورونا ضاعف أعداد الإصابات ويعد أكثر أشكال المتحورات التي مرت على كورونا قابلية للانتقال وبين اتهامات الغرب وتأكيدات منظمة الصحة العالمية ونفي الصين يقف العالم على أطراف أصابعه مترقبا هل ستنتهي السجالات بتدابير جديدة تفرض عليهم حذرا يفقد الكثير منهم أعمالهم في ظل تحذيرات البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيقترب بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري